شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما على مواقع تتمركز فيها ميليشي الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غرب مأرب على وقع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدف التعزيزات لميليشي قال مصدر عسكريون ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من تحرير عدد من المواقع في جبهة المخدرة خلال هجوم خاطف اسفر ايضا عن سقوط قتل وقرح في صفوف الميليشي الحوثية واضاف المصدر ان طيران التحالف استهدف تعزيزات كانت في طريقها الى الميليشي الحوثية اسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية منها تدمير اربع اطقم وعربتين ودبابة ومصرع جميع من كانوا على متنها